بسم الله أبا الإبنى والروح الكدس إلى الله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الأنوى للأبد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين بما أننا ابتدينا الصوم وصوم الميلاد ده هو الصوم اللي بننهي به السنة بتاعتنا وبنبتدي به السنة الجديدة كمان ابتدينا مبارح شهر كياك وشهر كياك ده اتعودنا يكون شهر التسبيح المفرحة وشهر الصهر مع ربنا والتمتع مع ربنا عشان كتا تعالوا نتكلم النهاردة شوية إزاي إحنا كخدام للمسيح نشبع بربنا أو بمعنى آخر إزاي ندخل شوية إلى العمق في حياتنا مع ربنا على أساس طبعا اللي إحنا كخدام للمسيح سواء كهنة سواء خدام سواء أمنة مفروض نكون إحنا أكتر ناس شبعانين بربنا وفرحانين بربنا تلاحظوا أنا قلتلكوا عايزين نتكلم وإزاي نشبع بربنا وفي نفس الوقت قلت إزاي ندخل للعمق مع ربنا إيه الحكاية؟ هو في علاقة بين الشبع والعمق ها طبعا أصل الشبع والعمق عملان أو وجهان لعملة واحدة بمعنى طول ما أنت بتحاول تشبع بربنا أنت عمال بتدخل شوية شوية إلى العمق والعكس برضو صحيح طول ما أنت بتحاول تدخل إلى العمق أنت طبعا عمال تشبع بربنا والدخول للعمق ده ده مطلب إله ربنا يسوع قال لي بطرس اترك البر وادخل إلى العمق يا ترى إيه هو العمق ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه وإيه هو الشبع العمق ببساطة هو إحساس التلزز بربنا إحساسك بحلوة ربنا هو ده العمق كله داود النبي يقول في المزمور وجدت كلامك كالشهد فأكلته مرة تانية يقول باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم اشتاقت نفسي إليك كما يشتاق الأي إلى جداول المياه وفي مزمور 94 يقولك عند كثرة همومي في داخلي تعدياتك تلزز نفسي إذن العمق هو الدخول للتهي التالتة تهي التلزز كتير الواحد بيسأل نفسه وأنا قبليكم هو لغاية إمتى أنا هفضل كده في الفطور بتاعي ده أيام عمالة تجري والصوم دخل وقرب يخلص وأنا مازال فاتر لغاية إمتى هفضل واقف على البر مش عارف أخش شوية للعمق مع ربنا لغاية إمتى هيفضل التشتت بتاعي ده ولغاية إمتى هفضل في تهي التغصب هو يعني ما ليش نصيب يعني أخش في تهي التلزز دي شوية إمتى هدوق إمتى هتمتع إمتى هجبع إمتى هحس عشان كده يريت بنعمة ربنا السنة الجديدة نسميها سنة الدخول إلى العمق أو نسميها سنة التلزز مع ربنا وسنة الشبع بربنا يبقى كده شعار السنة الجديدة عبارة السيد المسيح تبقى قدام عينينا أترك البر وأدخل إلى العمق من علامات العمق في حياتنا إنك تلقي نفسك بقيت مشغول بربنا بقيت مشغول بربنا أكتر من انشغالك بالناس وانشغالك بالدنيا اللي حواليك كل شوية تلاحظ إن اتكالك على ربنا عمال يزيد واتكالنا على الناس عمال يقل الإنسان اللي بيعوم على البر في البحر ده تلاقي دايما متطمن بس متطمن لأنه واقف على الأرض ومتطمن عشان الناس كلها حواليه وبالتالي إحساسه باحتياجه للمسيح ضعيف قوي ليه؟ ما اعتمد على الأرض اللي واقف عليه دايس على الأرض وفي نفس الوقت متونس ومسنود بالناس اللي حواليه أي حد لو جرله حاجة ولا تزحلق خمسين واحد هيرفعه لكن تعالوا معايا كده لو سبنا شوية البر ده ودخل للعمق وقاعد يخش جوه البحر شوية ييجي يدوس على الأرض مفيش أرض ييجي يبص على الناس مفيش ناس لا في أرض يدوس عليها ولا في ناس تونسوا وتنسدوا ساعتها هيصرخ ويقول إيه ما ليش غيرك يا رب محتاج لك يا رب ليه؟ دخل للعمق دخولك للعمق يقلل احتياجك للناس ويزود احتياجك لربنا أول ما هتبتدي تقول ما ليش غيرك يا رب ومفيش غيرك يبقى أنت ابتديت تخش في السكة وابتديت تحس أن أنت ابتديت تخش للعمق ولما تتعود تقول ما فيش غيرك يا رب وما ليش غيرك شوية شوية هتلاقي نفسك تقول أصلا أنا مش عايز غيرك يا رب أنا مش عايز غيرك الاتكال على الرب خيره من الاتكال على البشر وهو ده الإحساس بتاع داود النبي لما قال في المزمور معك لا أريد شيئا على الأرض مش عايز حاجة يا رب طول ما أنت معي نفسينا نخش في الإحساس ده نفسينا نصدق الكلام ده نفسينا الدوق وأعتقد آن الوقت أو حان الوقت اللي إحنا نركز كده وإحنا داخلين على السنة الجديدة إذا دخلنا للعمق وسعيك أنك تشبع بربنا هيكبر مساحة المسيح في حياتك وفي قلبك وبالتالي كلما المسيح يستحوز على جزء أكبر من قلبك كلما مساحة العالم تصغر قوي في قلبك لغاية لما شوية شوية هتلاقي نفسك ما بقتش زي ما قلت عايز حد غير ربنا وبقتش محتاج غير ربنا وشوية شوية هتبتدي تقول تبتدي الدوق حلاوة كلمة بولس الرسول أو كلمة المسيح لبولس الرسول تكفيك نعمتي أنا مكتفي بيك يا رب أنت تكفيني يا رب ومش عايز غيرك معك لا أريد شيء على الأرض بيعجبني أول مثل بتاع رب المجد يسوع في متة 13 لما يقول كده يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر يطلب لقالق حسنة وده إحساس الخادم إحنا شغلتنا ندور على القالق الحسنة يقولك فلما وجد اللقلقة أما لو وجد اللقلقة واحدة كثيرة السمن عمل إيه مضى وباع كل ما يملك واشتراها وكانت اللقلقة هي المسيح تعالوا كده بسرعة عشان وقتنا نشوف إزاي نقدر نخش للعمق وإزاي نشبع بربنا في حياتنا أول حاجة أقولك إثبت واستمر إثبت واستمر أكتر حاجة تساعدني وتساعد حضراتك وتوصلنا لإحساس التلزز وتدخلنا كمان للعمق والشبع الاستمرارية والمواصبة في علاقتنا بالمسيح علاقتنا بربنا علاقتنا بربنا زي ما الكنيسة علمتنا هي علاقتنا بالقانون الروحي والكنيسة لما استخدمت لفظ القانون الروحي أصدت بيها الالتزام أصدت بيها الجدية أصدت بيها الاستمرارية إحنا في حياتنا الجسدية عمر الإنسان المريض ما هيشعر بتحسن ولا هينال حتى الشفا من حباية واحدة ولا من حبيتين لكن لازم يستمر في العلاج لغاية لما يخلص خالص وبعدين يبتدي يحس وينال الشفا عشان كده رب المجد يسوع اللي من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص يعني هذا من يصبر إلى المنتهى يعني كمل الآخر كلمة اللي بنسمحها لي من دول كمل صلا كمل صلا هي دي مشكلتنا في التلزز بربنا أكتر حاجة بتعطلنا وبتحرمنا من إحساس التمتع بربنا هو حياة التزبزب في علاقتنا مع ربنا يوم نصلي ويوم ما نصليش النهاردة هصوم بكرة أنا مش قادر أصوم النهاردة هقرى الإنجيل بكرة أنا مليش نفس طول ما إحنا عايشين في حياة الزبزابة دي ونبقى سامحوني عاملين زي الزيبق كده يوم فوق ويوم تحت مش عارفين بنحير ساعات ربنا إحنا مين بالزبط وإحنا عايزين إيه بالزبط ساعتها عمرنا ما هنعرف لا ندوء ولا نحس ولا نكبر ولا نشبع إحنا كلنا نشكر ربنا بنعرف نبتدي مع ربنا وبنعرف بنعمة ربنا نرجع لربنا نشكر ربنا وعزة سخنة بترجعني تلهلبني قعدة اعتراف مع أبونا بترجعني واتتوبني مناسبة جديدة في حياتي بترجعني وتخليني يبتدي من قوله جديد كل ده حلم لكن للأسف الشديد إحنا ساعات كتيرة ما بنعرفش على قد ما بنعرف نبتدي لكن ما بنعرفش نسبت ما بنعرفش نستمر يا مناس في الكتاب المقدس ابتدوا كويس لكن ما كملوش ما استمروش دماث يقول لك كان تلميس حلو مع أبوليس الرسول وأحيانا كمان كان من أوائل الخدام اللي بيعتمد عليهم لكن برضو سمعنا أبوليس الرسول دماث قد تركني إذ أحب العالم الحاضر إذن كلنا محتاجين السبات وكلنا محتاجين الموظبة والاستمرية خلي نفسك طويل مع ربنا الاستمرارية هي العمل الكامل وهي المحبة الكاملة وهي دي اللي عبر عنها ربنا يسوع المسيح على الصليب لما قال في الآخر قد أكمل عمر ربنا ما قدم لنا محبة نقصة والعمر ربنا قدم لنا عمل ناقص تمالي ربنا يقول لك ما شئاته كلها مفحوصة عظيمة هي أعماله ومشيئاته كلها مفحوصة ربنا لما بيشتغل بيشتغل شغل تام إحنا كمان علشان لازم يكون لنا عندنا الكمال ده عشان كده بوليس يقول لتلميزه تمم خدمتك تمم خدمتك والكتاب المقدس يقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة نخده على مستوانا تمم قانونك بخوف ورعدة ما انفعش أنا أبقى قانون نفسي وأنا اللي أحكم على نفسي لا كنيسة عودتنا يكون لنا كبير كمان الاستمرارية هي عدم الاستسلام للأعذار والمبررات وصدقوني يا إحبائي ما أكترها الأعذار والمبررات اللي بتعطلنا وبتحرمنا من نحن ندوء حلوة ربنا يسوع أنا كده بقول ياريت نعلق فوق سرارنا كده من النهاردة أو فوق مكتبنا الآية بتاعة بوليس الرسول في رمية 8 من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم هري إلا هيفصلني عن صلواتي إلا هيفصلني عن كتاب المقدس إلا هيفصلني أنه نصوب إذن أول حاجة تساعدك وتوسلك لإحساس الشبع هو السبات والاستمرارية زي أي ما قال لنا كده معلمنا بوليس الرسول آية جميلة قوي موجودة في كرونسس الأولى 15 إذن يا إخواتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين علمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب الرسوخ والإكثار والسبات هو ده اللي هيوصلني الإحساس الشبع بربنا وأقدر أدوء حلاوة ربنا وأقدر أدخل للعمق من التدريب الحلوة في السبات والاستمرارية تدريب نسميه قد أكمل يا سلام كده لو تيجي بالليل تقف قدام ربنا تقول له رب أشكرك يا رب قد أكمل اللي أنت طلبته مني النهاردة أنا عملته قانوني خلصته خدمتي تممتها افتقادي خلصته إحساسك إيه إحساسك إيه ده أنت بتقول له ربنا اللي علي أنا عملت اللي أنت طلبته مني إحساس رائع قوي إحساس جميل أنك تحس أنك أنت كملت عملك للآخر وده إحنا بنحرم نفسينا كتير منه قوي بننزل ساعات يعني قبل كورونا بقى لما كنا بنروح البيوت نناول الناس المسنين والمرضى يعني كل واحد بيأخد الكشف بتاعه ما يقلش عن 15-20 اسم اللي في الدول الأول واللي في الخامس واللي في الساطح واللي في البدرون ونقط طلعين نازلين لكن لما بخلص رقم 20 ده أول ما بخرج من عتبة الباب ما عندكوش فكرة إحساسي وأنا فرحان أبص ربنا كده قد أكمل العشرين اسم أنا خلصتهم العشرين اسم أنا نولتهم جميلة كلمة قد أكمل دي تعالوا نتدرب عليه طيب يبقى أول حاجة إثبت واستمر تاني حاجة تساعدنا أن إحنا نجبع وأنه تدخلنا في حياة العمكة مع ربنا أقول لك إكبر وإنمو يبقى أول واحدة إثبت واستمر وكمل للنهاية نمرة اتنين إكبر وإنمو شيء طبيعي إن الواحد في حياته يكبر ويبقى في نموه في حياته ما فيش إنسان ما بينموش ما فيش إنسان ما بيكبرش الطفل الصغير ما بيفضلش طفل لكن بينمو ويكبر لغاية لما بيبقى شاب والشاب ما بيوقفش على حاله لكن بيفضل يكبر وينمو لغاية لما بيبقى راجل عجوز والكتاب المقدس يقول لنا كده عن ربنا يسوع وكان الصبي ينمو في القامة والنعمة والحكمة عند الله وعند الناس إحنا كتير بننسى إن النموة ده أمر إلهي صدقوني ربنا قالها في أول إصحاح في الكتاب المقدس في سفر التكوين إصحاح الأول آية 28 يقول إيه فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله على صورة الله خلقه ذكره وأنسى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملاءوا الأرض إثمروا واكثروا واملاءوا الأرض الأرض دي هي أنا وحضراتكم وأنا شغلتي اللي أنا أملى الأرض دي بالسمر وبحياتي مع ربنا إذن معنى السمر ومعنى الكثرة ومعنى الملء هو النمو هو الواحد يكبر مع ربنا عشان كده ربنا بيطلبنا اللي إحنا نكبر وننمو إذن النمو زي ما هو الشيء مهم وضروري في حياتنا الجسدية كمان شيء ضروري وأساسي ومهم في حياتنا الروحية واقصد بالنمو زود باستمرار زود رصيدك مع المسيح أوعى تفضل محلك أوعى تكتفي باللي أنت فيه الاكتفاء فضيلة جميلة في كل الأمور إلا في الحياة الروحية خليك دايما جعان الإنسان اللي عايز يشبع بالمسيح هو الإنسان اللي دايما في حالة جوع جوع روحي طبعا عشان كده رب المجد يقول توبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون من فوائد الصلب الأجبية اللي كنيسة علمت هالنا وعودتنا عليها بتساعدنا لحد كبير قوي إنك تكبر وتنمو وتزود رصيدك مع المسيح الأجبية بتعرض عليك كل يوم كل يوم سبع صلوات ونشكر ربنا في كنستنا في ماري مرقص هم تامن صلوات يعني ماري مرقص خلتها تامن صلوات وكل صلة فيها اتناشر مزمور وصلاة باكر لوحدها فيها تسعتاشر مزمور وخدمة نص الليل فيه مزمور واحد المزمور الكبير المزمور ميعة وتسعتاشر فيه اتنين وعشرين قطعة هو ليه ليه كنيسة عايزة تعجزنا ابدا كنيسة بتساعدنا اللي احنا نكبر أوعة تكتفي في واحد يفضل طول عمره مكتفي بصلاة باكر والنوم هقول له ايه هقول له ربنا معك يا حبيبي يقويك وفيه انسان يفضل طول عمره مكتفي بمزمورين وتلاتة مزمورين من باكر ومزمورين من نوم هقول له حبيبي يشد حيلك يلا حاول تكتر لكن فيه انسان طماع عمال كل شوية يزود عمال كل شوية يحوش لغاية لما تلاقيه فيه يوم من الايام بيصلي كل المزامير وبيصلي كل السواعي وكل الصلوات وصدقوني يا احبائي ما اكثرهم بس مستخبيين مستخبيين مش لازم يكونوا معروفين عند الناس لكن هم معروفين قوي عند ربنا مشكلة العزارة الجاهلات ما تقدرش يكون ما عندهمش زيت لا كان عندهم زيت بس الزيت بتاحهم كان قليل ما كفهمش لما ربنا اتأخر عليهم شوية خلاص استنفذوا الزيت لانه كان شغلين على القد مكتفي بالقليل لكن حكمة العزارة الحاكمات وشطرتهم ان هم فضلوا طول حياتهم يحوشوا وطول حياتهم يكبروا عمرهم ما كانوا مكتفيين كل شوية يقول لنفسهم لسه الزيت قليل يا عشان كده كان جهر ردهم الرائع على العزارة الجاهلات لما قالوا لهم لألا لا يكفينا وإياكنا ده انت عندك زيت مال للمصباح أبدا لا أنا ما يعني على قد ما تبقى كريم مع كل حاجة في حياتك المادية خليك بخيل قوي في حياتك الروحية أوعد جامل حد على حساب أباديتك وعلى أساس الزيت بتاعك نشكر ربنا أبونا يحن لما بياخدنا كأباء كده مرة في الشهر نطلع على الدير تلاقي كنيسة كلها فضيت كده كل الكهنة استخبوا أبونا ياخدنا في شلة المعلم كده ونطلع على الدير نقعد طول اليومين اللي بنعودهم في الدير كأننا مستخسرين عملين نصلي كلما نخلق الصلاة وعايزين ننام أبونا يقول لنا معلش نكمل شوي نحوش شوي نخلص الصلاة نخلص في نص الليل نخلص نص الليل نخلص المزامير كلها وبعدين نخلص في التزباحة وبعدين نخلص نخلص في التاني والتالت والرابع مش عايزين نخلص إيه ده بنحوش أبونا عايزنا نحوش عايزنا نكبر عايزنا يبقى فيه على طول نمو في حياتنا يا ريت من النهاردة ناخد كده نحاول نحوش ونخزن في الصوم بتاعنا نحوش صلوات نحوش مزامير أصوام مطنيات قراءات كنيسة علمتنا أن فترة الصوم هي فترة التخزين وفترة حياتنا بصفة عامة هي فترة التحوش على قد ما تحوش على قد ما أنت هتدوق حلاوة ربنا وهتبق إنسان فرحان وبتخش في العمق مع ربنا يبقى أول حاجة أقولك إثبت واستمر حاجة أقولك أكبر وإنمو تالت حاجة توصلنا للشابع بربنا أقولك ركز ركز يعني ركز أقصد بالتركيز الهدف الواحد الهدف الواحد إحنا كلنا نشكر ربنا كلنا بنحب المسيح كلنا بنحب خدمتنا لكن للأسف محبة المسيح مش مالية القلب كله خلينا نتكلم بصراحة لسه محبة العالم واخد جزء كبير من القلب لسه عايش لسه عايشين كده زي المسل اللي بيقول ساعل قلبك وساعل ربك ده ما ينفعش ربنا عايز القلب كله تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ويركز على كلمة الكل دي ربنا عايز يملك على القلب كله ده ربنا ليه كده لأن ما ينفعش لا يقدر أحد أن يعبد سيدين طول ما احنا في حتة التشتت ده هتفضل طول عمرك سرحان أكتر حاجة بنعاني منها دلوقتي سرحان يا بونا صليت وكأني ما صليتش صليت ومخي في حتة تانية خالص إيه السبب السبب إن ربنا مش مالي القلب كله ربنا مش لوحده في قلبك الطموحات بتاعتنا بقت كتيرة قوي والأحلام بتاعتنا بقت ملهاش حد ولا لها سقف والمقتنيات بتاعتنا عملة تكتر حتى في الخدمة بقى عندنا طموحات تقول يا بونا ديت كلها طموحات في الخدمة أقول لك حبيبي حلو إن يكون لك طموحات بس قوة الطموحات تتعطل منك أبديتك وتعطل منك خلاص نفسك وبدل ما تكون الخدمة وصيلة توصلك للمسيح وتخليك تكبر في حياة المسيح وتخش للعمق أكتر مع المسيح تلاقي الخدمة بقت في حد ذاتها بقت هدف كلنا عايزين الخدمة تكبر مين مش عايز الخدمة تكبر لكن في نفس الوقت يا ريت ناخد بالنا ونحترس أوعى الخدمة تعطلك عن علاقتك الشخصية بالمسيح وأوعى الخدمة مهما كبرت تعطلك عن خلاص نفسك وتضيع منك السامة والأبدية شوفوا بوليس الرسول يقول لنا الآية اللي قدام عينينا باستمرار لألا بعدما كرست الآخرين أصير أنا مرفوضة تفكرين ربنا لما دخل بيت مارسة مريم ومارسة مارسة كانت مشغولة مشغولة بإيه مارسة بعمل لقمة للمسيح يبقى المسيح في بيتي ومعملوش أحسن أكل عايزة تكرمه عايزة تفرحه عايزة تشبعه لكن مريم ثابت كل حاجة وتكومت عند رجلين المسيح ساعتها ربنا وابخ مارسة وقال لها مارسة مارسة أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد كلمة الحاجة الواحد دي عايزين نرجحها ونفكر نفسنا بيها باستمرار يعجبني داود النبي لما تولى الحكم وبقى عنده مسؤوليات كبيرة ربنا قال له اطلب يا داود اطلب يا حبيب اللي انت عايزه انت همومة كتيرة داود ما فكرش كتير ورد وقال واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي واحدة يا داود أنا عايز ربنا أنا عايز السماء أنا عايز الأبدية أنا عايز خلاص نفسي اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ركز في المسيح عايز تدوق ركز في المسيح اسمع يا ابنتي وانظري وانسي شعبك وبيت أبيكي لأن الملك قد اشتهى حزنك عشان كده فترة السم بنسميها فترة التركيز مع المسيح والتركيز ييجي مع الترك والتخلي أول حاجة نتركها الخطية بالطوبة والاعتراف الخطية تفصلنا عن المسيح وتعطل عمل الروح القدس في حياتك أو عمل المسيح في حياتك عشان كده أول حاجة تعملها اتخلى أو تخلى عن الخطية وشوية شوية كمان اتجرد من مقتنيات الكتير اللي حواليك أمبا موسى يقول كده كثرة المقتنيات تظلم العقل فتنير القلب وهو ده اللي بنعمله في الصوم نترك شوية أكلنا ونترف شربنا ونجوع شوية ونتنازل عشان نعب مع المسيح ونجبع مع المسيح وبقطر ما أنت هتتخلى نفس الجزء اللي هتسيبه في العالم هيبقى نفس الجزء بل أضعاف هيبقى من نصيب المسيح والقلب المستنيد ده القلب اللي يعرف يشوف ربنا ويتمتع من ربنا توبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله كمان حاول تقلل طموحاتك شوية يعني خدها كده قعدة أي طموح سواء في الخدمة سواء في حياتك سواء في شغلك سواء في مستقبلك هيعطلك عن المسيح ويسرق منك سلامك ويضيع منك أبديتك ملوش لازمة شيلوا من دماغك شيلوا من دماغك مفيش وقت كانوا يعلمونه كده ويقولوننا زمان تذكر دائما أن لك نفس واحدة وفرصة واحدة إذا ضعت منك ضعت حياتك كلها يبقى أول حاجة إثبت واستمر في علاقتك بربنا وفي قانونك نمرة اتنين اكبر وأنمو ولا تكتفي نمرة تلاتة ركز في الهدف الواحد ربح حاجة وآخر حاجة أقول لك أقعد معاه أقعد معاه أقعد مع ربنا أكتر كلمة ربنا يحب يقولها لنا كل يوم تعال يا ابن عب معي شوي تعال بنقول لأولادنا الجسديين طول النهار يا ابني هق وطول النهار برا البيت وطول النهار شغل ما بتبحشني يا ابن تعال عب معي شوي تعال كده شوفك كده وقعد أتكلم معك شوي تخيل بقى ربنا بيقول لك كده بابا شنودة مرة قال لنا كده إحنا نشكر ربنا عندنا خدام كتير نشطة وجدعان عندها استعداد تخدم وتتعب 24 ساعة وعندها استعداد تسافل وتروح لآخر الدنيا عشان تخدم المسيح وولد المسيح حلو خالص لكن يكمل ويقول لكن للأسف ما عندناش أكف مرفوعة ما عندناش الأياد المرفوعة وما عندناش الركب المنحنية وما عندناش الدموع المنسكبة عندنا وقت وعندنا وطاقة وعندنا رغبة نخدم اليوم كله لكن لا عندنا وقت ولا رغبة نقعد مع ربنا ساعة واحدة ويبقى سؤال المسيح للتلاميذ أما قدرتم أن تصحروا معي ساعة واحدة يا ربي مديني كل يوم 24 ساعة منهم 8 ساعات أنام فيهم مش هتحسبني عليهم هحسبك يا حبيبي على 18 ساعة على 16 ساعة طب عايز إيه يا رب حبيبي أنا طالب ساعة من ال16 خذ يا حبيبي ال15 ساعة من اللي أنت عايزه بس ديني ساعة واحدة يا خبر على الخجل يا الكسوف رب المجد يطلب مننا ساعة وأنا النهاردة بقول لكم نص ساعة وحتى النص ساعة دي مش عارفين نقفل على بابنا ونقف مع ربنا لوحده شوية إذن لما بقول لك قعد معاه يعني أدخل مخدعك يعني تقفل على نفسك يعني تستفرد به صدقوني إحساسك رائع وإحساس جميل إنك قعد مع المسيح لوحدك أنا والمسيح وبس هصدقوني هو ده إحساس الأبدية الأبدية هتقول لي مليانة بالقدسين ومليانة بالأحباء ومليانة بالأبرار هقول لك يا حبيبي الأبدية هي أنا والمسيح وبس هو حد هيشوف المسيح وينشغل بحد تاني عشان كده هو ده التدريب اللي إحنا عايزين ده اللي حارمنا من إحنا ندوق حلاوة ربنا مش عارفين نقعد معاه ومش هقدر أقول ما عندناش الوقت لكن ما فيش الرغبة ما فيش الإرادة اللي إحنا نعد قعدتك مع المسيح تحسسك إن المسيح ده بقى بتاعك لوحدك إحساس الملكية ده إحساس رائع المسيح ده ما بقاش إله الكون وخالق الكون لا ربنا ده بقى إلهي أنا لوحدي بقى بتاعي داود يقول في المزمور يا الله إلهي إليك أبكر جميلة أولا لما سيدنا البابا جي يعرف الخلوة والقعدة مع ربنا قال لنا الكلمة الحلوة قال لنا الخلوة هي الانحلال على الكل والارتباط بالواحد عشان كده البابا شنودة طول فترة البطرياركية بتاعت 40 سنة كل أسبوع أربعة أيام في الخدمة لكن ثلاثة أيام لازم يقفل على نفسه في القلاية إذن عايز تشبع بربنا عايز تدخل للعمق شوية تعالوا نتدرب أنا وحضرتكم على الأربع حاجات دول أول حاجة استمر واثبت نمرة اتنين اكبر وانمو ولا تكتفي بحالك ولا تكتفي بقليلك نمرة تلاتة ركز في المسيح وبس ركز في الهدف الواحد ابعد عن الزحمة الكتير في حياتك نظف قلبك نمرة أربعة اقعد معاه استفرد به اتمتع به امتلكه وانت لوحدك خذ من ربنا علشان خاطر تقدر تاخد منه حلوته وتتمتع به ربنا يدينا كلنا اللي احنا نتمتع ونشبع ونسيب البر وندخل شوية للعمق لإلهنا كل مجد وكرامة من الآية ابت أمين